اشتركوا في القناة من الحملة التي تكون بها الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال الأصالة مع شركائها ضمن مشروع ركن الجوار في حملة الميراث هذه الحلقة ستوضح لنا ما هي آليات التدريب والتوعية الميدانية لحملة الميراث مع المدربات اللواتي كنا يقومنا بهذا التدريب لذا يشرفنا في هذه الحلقة أن نرحب مع مستشارة التدريب السيدة فداء بصلات أهلا وسهلا بك معنا والدكتورة منال دنديس أيضا مستشارة التدريب في أصالة أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة أهلا بك بداية سنعرف المشاهدين علاقة السيدة فداء بصلات مع أصالة من ناحية التدريب الميراث وغيره من التدريبات تفضلي أنا بشتغل مدربة مع الجمعية الفلسطينية صاحبات الأعمال الأصالة من فترة زمنية في عدة مواضيع وكانت هي المواضيع كلها بتخص المجال النساء وتمكين المرأة من إدارة مشاريع للنوع الاجتماعي إلى وصلنا إلى طبعا ندربنا بعض التدريبات زي الضغط والمناصرة وبعض المهارات اللي يتعلق برضو بالمنتجات لصاحبات المشاريع زي الجودة والتغليف وسلام الصحي للمنتج والتدريب الميراث طبعا نحن نعرف إيش المناطق اللي تم استهدافها من محافظات أقرى من خلال عملك مع أصالة في عملي مع أصالة كل المحافظات تم استهدافها من الشمال والجنوب والوسط طبعا دكتورة منال خلينا نحكي برضو علاقتك مع أصالة لا بعدها رح ننتقل لموضوع الشمال والجنوب وبدون فصل لكن دكتورة منال هي أكتر في محافظة الخليل ومناطق الجنوب وأيضا فداء في مناطق الشمال نابلس والكرم وأيضا خلقه الجنين فضل دكتورة بالنسبة للدور اللي أنا بقدمه مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات العمال أصالة هو عبارة عن قسمين جزء يتعلق بالتدريب اللي هو تدريب السيدات سواء هذول السيدات يمتلكوا مشروع أو يرغبوا بتأسيس مشروع مندربهم في المجال التقني في إدارة المشاريع طبعا هذا المجال نحن نبدأ بالإدارة والتنظيم التسويق الإدارة المالية والمحاسبة ومسك الدفاتر إضافة لتدريب ثاني هو نتج عن احتياج السيدات هو الدور النوع الاجتماعي طبعا فيه جزئية ثانية هي الحقوق الاقتصادية يعني بشكل منفصل بتم التركيز عليها إضافة للتدريبات في الضغط والمناصرة والميراث إضافة لهيك فيه تدريب اللي هو بالقيادة وجزء من عملنا هو الإشراف والمتابعة للنواد الاقتصادية والوحدات الاقتصادية فإحنا بيلزم تدخلنا التدريب لتدريب الهيئات الإدارية طبعا الدور الثاني المقوم فيه هو الاستشاري نحن نقدم الاستشارة للسيدات مقترضات أصالة في المجالات اللي هي إلها علاقة بإدارة مشروعهم بتطويره بالتسويق والنواحي هاي نعم دكتور منال أشكرك أيضا فداء نعود لفداء بصلات فداء خلينا نحكي كيف بدأ مشروع أو حملة الميراث مع أصالة بدايتها الأولى متى بدأت وكيف بدأت بداية مشروع الميراث مع جمعية أصالة بدأت في أن أصالة أو جمعية أصالة دعتنا لدورة تدريبية تم عقدها في عمان بحضور الكادر المدربين لجمعية أصالة إضافة لكوادر نسوية من جمعيات شريكة نعم أو مؤسسات شريكة وأخذنا الدورة التدريبية هاي في عمان وكانت المدربة الدكتورة منجية السواحي هي مدربة من تونس وقدم لها التحية والشكر به المناسبة وأخذنا الدورة التدريبية الدورة التدريبية اللي تم أو اللي أعطونا إياها في عمان هي كانت معدلة بس للمدربين بس تدريب مدربين يعني هي لا تتناسب مع الفئات المستهدفة لجمعية أصالة للنساء يعني الفئات النسوية وبعد ما أنهينا التدريب في عمان رجعنا طبعا وبلش الشغل لتهيئة المادة التدريبية والمجتمع والفئات المستهدفة للتدريب في موضوع الميراث دكتورة منال إيش الخطوة اللي تبعت إعداد تدريب المدربين في عمان نحن بعد ما حصلنا على تدريب المدربين متأكدنا من الدورة التدريبية اللي نحن حصلنا عليها قد نحن صرنا نمتلك المعلومة ولكن الآن صار دورنا إيصال المعلومة للناس اللي نحن نتعامل معهم للسيدات الفئة المستهدفة فصار يلزم هذا المنهاج يكون بما يتناسب وضوحه وبساطه مع الفئة اللي نحن من نقدم لها الدورة التدريبية فقمنا نحن المدربات بصياغة منهاج هذا المنهاج يستطيع إيصال المعلومة للسيدات والإجابة على استفساراتهم طبع يعني هذا كلام يمكن يعني أنه في وحدة تدريب أو وحدة مسؤولة عن التدريب في جمعية أصالة بالتعاون مع مستشارات التدريب تم إعداد هذا المنهاج وعلى إثره تم البدء بالحملة طب قبل ما ننتقل لبداية الحملة والأماكن اللي تم استهدافها في عنا تقرير محضرين وزملائنا هو تم تصويره وتم إعداد المقابلات بمحافظة الخليل بالمناطق اللي تم استهدافها رح ننتقل للتقرير ونرجع مع مشاهدينا لإستكمال الحديث بعطي مجموعة من السيدات طبعا بأعمار متفاوتة في حق المرأة أو معلومات عن حق المرأة في الميراث هذا التدريب بلشنا يعني بأربع لقاءات بالشهر رح تكون هو تدريب بيعطي معلومات بشكل عام عن الميراث عن أهمية هذا الميراث للستات عن الظلم ضد المرأة وتمييز ضد المرأة في الميراث نعطيهم برضو نوع من الخبرات أكثر أو نعطيهم نوع من كلها تدريبات وعن طريق تمرين محاكاة وتمرين تمثيل بالإضافة لمعلومات برضو في نفس الموضوع في البداية حسيت أنه عدول النساء غير متقبلين في بعض من النساء غير متقبلين يعني بيحكوا لك أنا علاقتي في أهلي أهم من أو علاقتي في أخيتي أهم من الميراث يعني المصاري بالنهاية بتروح بس أنا أخوي أهم من لي فهم أنا شوي فيه نوع من عدم الوعي حسيت أنه فيه ستات لأ عندهم شوية وعي بس برضو غير كافي يعني فيه شوية معلومات مغلوطة بفكروا أنه بس هي قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو الميراث وبس أو أنه فلانة كيف حصتها وإشي أو أنه عن طريق المراضاء معناه أنا بشكل خارجي أنا خلصت مع أخوي هذا يكفي بالميراث طبعا إحنا نبهناهم حكنا لهم قصص كثيرة عن هذا الموضوع حكنا لهم عن صور لظلم المرأة في الميراث كيف بتصير وكيف تقدر إست إنها أو لون تتوجه في حالة كان عندها أي إشكالية في الميراث أول لقاء لهم لحظت إنه هم فيه خوف حتى إنه يحكوا مشاكل يعني أحكي معاهم شوية نوع من التردد والخوف أو نوع من إنه أنت شو الدعوة هلأ من نقتل هلأ بسر شو فلانا قتلت فلانا حكوا فلانا منعوها فشوية شوية مع يعني تبادل الخبرات شوية شوية صار صار عندهم نوع من الأرياحية أكتر صار عندهم نوع من إنه إثقة بالنفس أكتر وقدرة على القدرة على المطالبة أو القدرة على الحكي بهذا الموضوع أكتر من قبل خلال التدريب صارت المرأة لديها القدرة في المطالبة صارت تقدر تقف قدام أهلها قدام أبوها وقدام أخوها حتى زوجها بتقدر تعرف إلها حقوق واجبات أنا من خلال تجربتي أنا كنت دايما أحكي إنه أنا بدي أسامح أهلي ما بدي منهم ميراث رغم إنه عند أهلي ميراث يعني كثير كثير فبقول أنا لا بلزنيش وخلص بديش أنا بس لخلال التدريب صارت لدي القدرة والجراءة إني أقف قدام أبوي قدام أختي قال لي في حقوق بدي أطالب فيك وفيها ومش راح أسامح بحقي مهما كان حتى لو بطلع لي إشي بسيط أنا بدي إياه حتى أولادي صارت لديهم القدرة زوجي أقناعته إنه يعطي خواته كثيرا الحين أنا بحكي لجوزي وله سلافي بحكي لهم أعطوا خوات كل حق الشراء بوعيتني حاولت تواعي بنا آآ آآ بوعيتني وبعدين بحكي بعدين مع سلافي والله يوم يوم بحكي مع جوزي يوم يوم بقولهم عطوهن عطوهن حقا الكامل يعني الحمد لله إنه استفدنا ويعني وصلنا ينقل الصورة يعني لبرة يعني والحمد لله في النادي الناس ويعني إنا جينا وتوعينا أكثر يعني الحمد لله إنه إيش تمام حتى في نفس فترة تتدري يب إمي إلها مراث وخوالي بدهم يعطوها طالبوا إنها يعطوها مصاري طلبت مني أروح معاها على عمام عسابيل تأخذ بس لما رحنا مننا حصر الإرث والمعاملات في المحكمة وإيش بطلع له إيش كثير هالحين أقرنا إنها هي تتأخذ أرض وتتصرف فيها زي ما بدها وما نقبل كل من هو يأخذ حصة بالتساوي فداء نرجع لإلك على طول بعد التقرير زي ما شفتين مدربة أحد المدربات اللي معاكم بالحملة هي نيفين صغير حكت بالإضافة لأنه في بعض العقبات أحيانا بتلاحظوها بالتدريب خلينا نبدأ معاك بالمناطق اللي دربت فيها محافظة الخليخة نحكي عن العقبات هيك بشكل مختصر قبل ما نحكي عن العقبات في المنطقة اللي دربت فيها أنا بدي أحكي عن التدريب بشكل عام التدريب فيه نوعين فيه تدريب لتطوير مهارات معينة وفيه تدريب لتغيير فكر أو ظاهر مجتمعي وعدات وتقاليد وهنا التحديات بتبكى للتدريب الثاني اللي هو لتغيير نهج أو فكر مجتمعي فيه تمييز ضد المرأة بما فيها موضوع الميراث أو النوع الاجتماعي أو العنص ضد المرأة بتبكى معيقاته أكبر من معيقات التدريب اللي هو لتطوير الأداء في إدارة المشاريع أو مهارات اتصال والتواصل أو الإشياء اللي بتتعلق يعني بتلاحظ أنه التدريب العادي ممكن يكون متقبل متقبل ومعيقاته دائما لوجستية بس التدريب اللي زي ما حاجينا مثل الميراث لا هذا تدريب إلو معيقات معيقات مجتمعية لأنه زي ما قلت في البداية إنه بيستهدف تغيير ونهج فكر مجتمعي راسخ وما بتبكاش المدة الزمنية أنت تراهن على التغيير تكون سريعة يعني بدك فترة زمنية أنت بتحكي عن عادي كامل بالضبط عادي وتربية تربوا عليها الناس وانتشعوا عليها فتيجي أنت تغيرها مش بيوم وليلي ومش بيجوز بشهر أو شهرين أو بدورة أو بدورتين لكن إنك بدأت وكون أصالة يعني أنا بعتبر مش تحيز لجمعية أصالة بس الجمعية أصالة هي اختارت موضوع كله تحدي بس هي على استعداد وهيئة نفسها وهيئة كوادرها لهذا التحدي وللعمل قبل إنها تنزل على الميدان يعني تدريب الميراث ما كان بالسهولة إنه بس نزل المدربين بعد استعدادهم وبعد تحضير المادة التدريبية نزلوا على الميدان لا جمعية أصالة اشتغلت على بناء أرضية صلبة للتدريب من تهيئة المجتمع المحلي لطرح زي هذا الموضوع في مناطق الجنوب اللي هي منطقة الخليل اللي تم عمل فيها في بداية عملنا نعم دكتور مانال بتلاحظة يلا خليح كي محافظة الخليل كبير جدا يعني لو جيت حكيت على محافظة مثلا دورة هي عبارة عن 99 خربة بتعبعت لدورة يطى أكتر من 100 خربة يعني المناطق اللي تم استهدافها من قبل فداء بصلات هي تعتبر من شمال الخليل والأنت استهدافتها هي جنوب الخليل هل بتلاحظة إنه العقبات متشابهة ومختلفة ببعض الحقيقة هلأ هم يتفقوا في كتير نقاط طبيعي لأنه بضل عدات والتقاليد الجامعة هي بتجمع الجميع مع خصوصية كل مكان طبعا خصوصية الأماكن اللي أنا كنت فيها شوي هي إذا نقدر نحكي إنه هي مش منفتحة على عمل المؤسسات بالصورة اللي موجودة بشمال الخليل الطبيعة السيدات اللي نحن استهدفناهن كنا أساسا يعني معطينهم دورات تدريبية سابقة في النوع الاجتماعي والضغط والمناصرة فنبعت عنا تكرار حديث السيدات عن قضية الميراث فمثلت هي أساسا احتياج عند هذول السيدات بس القضية لما نحن رحنا نطرح الميراث بشكل منفصل هلأ هون في البداية كانوا نفس السيدات عندهم تخوف إنه نحن طيب رح نجاء هذا التدريب بس نحن هل رح نطالب بالميراث ولا هل نكتفي بحصولنا على الوعي نعم هذا سؤال مهم ونقطة مهمة بعد ما خلص التدريب تقييمك دكتور مانال بالبداية للمتدربات يعني بعض المتدربات مع نيفين صغير قالوا إنه إحنا ما كنبنا نطالب مع إنه كان في حق كتير بس هلأ ساف عندي الجراعي أن أطالب بحقي وبالآخر حق هل بتشوفتي بعد التدريب أنه في أمل أنه في سيدات تتوجههم مطالبة بحقوقهم هلأ خلال التدريب أنا بقدر أقيس أثر بسيط مثلا أنا كان في عندي فرق بين حضور السيدات باليوم الأول وبالأيام الثانية فس خليني نوه شوية نحن كان تدريبنا عبارة عن 12 ساعة تدريبية مقسمة على أربع لقاءات بواقع لقاء واحد لمدة ثلاث ساعة أسبوعيا كل أسبوع لقاء مدة كل لقاء ثلاث ساعة تماما هلأ إذا نحن بدنا نقيس أدي السيدات حضروا والتزموا معنا في اللقاء فإذا بدي أقارن لقاء الأول مثلا أنا كان يبلش عندي بخمستاشر سيدة بس باللقاء الثاني كان يكون عندي عشرين مثلا في بعض المناطق منطقة سكة أنا كان عندي باللقاء الأخير ثلاثين سيدة هذول السيدات لما كانوا مثلا يكونوا قاعدين بقاعدة نحن عم منروحها الجمعية عم بيحكولنا بالميراث طب شو حكولكم معلومة جديدة حكولنا هاي نحن ما كنا نعرفها حتى نحن بالتدريب في إطار المادة النظرية اللي نحن كنا نحكيها مع السيدات طبعا المادة كان كمان طريقة التدريب اللي صغطانها كوحدة في أصالة منهجنا ما كان هو منهج أنه أنا أعطيك معلومة كان الفكرة أنه نحن نشتغل كمجموعات نشتغل على حالات دراسية فكانت طبيعة المعلومات اللي يحصلوا عليه وين كانت غايبة هاي عنا طب إحنا ما حدا وعانا ما حكالنا هاي المعلومة هلا إذا أنا بدي أقيس الأثر مثلا أنا كان في عمدي واحدة من السيدات قالت لي بأول يوم أنا حلفت بناتي كلهم يمين أنا زوجتهم علمتهم جهزتهم هلا هون مرتاحات في بيت أزواجهم حلفتهم يمين ما يطالبوا إخواتهم لأولاد لأن أولادي أنا ما تعلموا زي البنات هلا هذا حكته باليوم الأول باليوم الأخير رجعت سألت أنه أنت رح تضلي هيك فقالت لي لا أنا ما بيني وما بيني غيرت رأيها تماما غيرت أنه أنا خلص صرت بعرف بعدين هاي الأشياء بجزء أنا ابني يتغير وضع فإذا هم صاروا بيفهموا أنه الميراث كمان هل لو أنا أوسرت عندهم ملكية قليلة القرآن الكريم واضح مما قل منه أو كثرة نصيبا مفروضة فإذا كان واضح بالنسبة لهم بخلال التدريب لكن غياب المعلومة مسبقا يعني كان عندهم السيدات حتى أفكار مغلوطة عن الميراث مثلا في بعض المناطق في جنوب الخليل كانوا السيدات بيعتقدوا أنه البنات بيورثوا من الأم فقط من الأم فقط من الأم بينما الأولاد بيورثوا من الأم يعني كل ما يملك الأب للأولاد وكل ما تملك الأم للبنات بالضبط فإذا لو جينا نقارنها بحساب بسيط الأم أساسا هي أش ملكيتها إلا دهبها في بعض المناطق وإذا كانت حاصلة على ملكية فهي أرض صغيرة إذا بدنا نقيس قيمتها فهي قيمتها السوقية قليلة أو ممكن يكون بس شوية ذهب بالضبط وخلص قسموا البنات صحيح طب أستاذ فيداء بصلات يعني بعد ما حكت الدكتورة حالة من الحالات اللي هي رأتها يعني وشادتها بتقدر تحكينا عن بعض الحالات بها هذه الطريقة أو يعني حالات مرت عليكي ممكن أن تغيرت كيف كانت وكيف صارت يعني هو بدي أضيف على اللي قالته منال هي المعلومة كل الناس بتعرف حتى النساء اللي مستواهم التعليمي مش هالمستوى إلا أنهم كلهم بيعرفوا أنه الميراث حقه موجود في القرآن نعم بس زي ما قلت أنا أنه التربي المجتمعي والفكر المجتمعي هو اللي خل في مشكلة في الميراث أصلا يعني المشكلة مش بالقرآن ولا المشكلة بالقانون ولا المشكلة هي المشكلة بالتربية يعني زي ما وضحنا بحلقات سوق القرآن واضح والقانون واضح والقانون واضح القرآن معروف يعني ما هو واضح لكل الناس والقانون واضح بس المشكلة في التربية وفي النهج التربية اللي الناس متبعينه والنظرة للمرأة لأنهم على دراية ومعرفة أن المرأة إذا استقلت اقتصاديا فبتصفي هي عندها استقلال حرية رأي وعندها شخصية فعشان هي ظل تابعة فتحرم من هذا الحق يعني هو إله أهداف للأسف ذكورية أنه يجعل المرأة دائما تابعة للرجل دائما تابعة للرجل وهذه التبعية فيها هم بشعره بتمتع لأنه فيها سلطة وتحكم لكن بالمقابل لكن بالمقابل أنه الست عندها المعرفة وتعرف أنه فيه إله حق بس ما عندها القدرة لأنها تخسر هاي الحماية اللي هي تربط إنها هاي حماية هي ما بتعيش بدونها نعم وتأنه الموضوع مساومي أنه يا ميراث يا علاقات أخوي أو يعامل معه الموضوع مش لازم يعني مش خيار هو مش لازم يأخذ هذا المرأة بالضبط فأنا عجبتني قصة على موضوع القصص اللي في التدريب وأنا باعتبرها يعني واعتبرتها في الدورة التدريبية حتى في الدورات الثانية قلت لها حن نستضيفها يعني لهاية الصبية في الدورات الثانية التي تجي تحتي عن تجربتها هي بالطالب بحقها بالميراث بعد وفاة أبوها من أخوتها أخوتها مش من ترين هذا الحق وبدهم يعطوها إياه بس الأرض اللي تصرفوا فيها أو الميراث اللي تصرفوا فيه قبل الكسمي هم من ما بدهم يعطوها إياه بأثر رجعي الأملاك اللي باقوها أو طبعا قانونيا هي حق لها إنها تأخذ بالإشياء اللي تصرفوا فيها والإشياء اللي تصرفوا فيها أراضي ومبالغ يعني منيحة مش إنه إشياء بسيطة فهي أول ما طالبت بالموضوع أو أول ما طرحت الموضوع على أخوتها إنه صارت الإشكالية وسزعلوا منها وصارت المشاكل فهي أكلت لهم مش حختار بينكم أو بين الميراث حختاركم اثنين أي بمعناه بدك رجال ولا بدك مال بدك رجال ولا بدك مال أكلت لهم لا أنا بدي اثنين أنا حختار اثنين أنا حأخذ حقي بالميراث وراح أظني أجي عندك وراح تظلك تيجي عنده وراح تظل علاقتنا منيحة يعني مرة على مرة على مرة وأنا متأكد هي يعني حسب ما حشت إنه انصدت المرة الأولى والثانية والثالثة بس هي عندها شخصية برضو وهذا دعوة للستات إنه هي المسألة مش 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 إنه دائما أفترض سوء النية وأفترض الوضع الأسوأ في الموضوع ولزلت علاقتها جيدة في أخوتها والمفارقة إنه المحكمة اللي بتكون بالإجراءات والترتيبات تقسيم الورثة والتقديرات اللازمة لأنه نباعت بدون نخرج حسر الإرث أسس طويلة أه طب دكتورة ملال نرجع لك على نفس الموضوع خليني حكي عن المناطق اللي تم استهدافها من قبلك في جنوب محافظة الخليل ايش هي الأسماء المناطق المناطق هي سكة كانت عاون مع جمعية ملتقة سيدات سكة الكوم مركز الفجر الثقافي ويكرمة جمعية سيدات كرمة الخيرية هذول الثلاث قرى هم موجودين بجنوب الخليل ممكن تقريباً توضحي لنا هم أسماءهم غريبة ليش الكل بيعرف أماكنهم بجانب أي محافظة أو مكان معرفة هم تابعين تنظيمياً لدورة نعم هم من خرب دورة يعدهم مناطق سي يعدهم مناطق سي يعني يعتبرها من المناطق المهمشة المناطق المهمشة حتى لدرجة أنه سكة إذا نحكي شوائي سكة من المناطق اللي وصلتها الكهرباء من سنتين فقط باقي القرى كرمة باقي القرى هي قرى مهمشة ولكن تعتبر أفضل حالاً من سكة وأسوأ حالاً من كثير قرى في منطقة سي إذن نحكي عن دكتور منال عندها سكة ولكوم وكرمة وأستاذ فداء أنا عندي قرى شمال الخليل بيت أمار وصريف وخراس كيف ممكن توصف أدول الثلاث قرى بمكانهم حسب قلبهم للمحافظة وبعدهم هل بيختلفوا عن البعد اللي حكاتوا الدكتورة فداء؟ يعني أنا جغرافياً بفهم شي كثير في الموامورة بس بس هم مش بعيد يعني بيت أمار وصريف مش بعاد عن الخليل يعني المؤسسات الحكومية وغير الحكومية اللي تم تعاون معها في موضوع الميراث مقبل أصالة ومقبلكم صحيح هذه كانت خطوة قامت فيها أصالة للتحضير للتدريب إنها هيئة زي ما حتينا في البداية هيئة المجتمع المحلي ونسقت مع البلديات ومع المجالس المحلية ومع المراكز النسوية أو المراكز الشبابية لتنفيذ التدريب مع جهات حكومية اللي هو بوجود قاضي القضاء اللي هو كان يعمل اجتماع بحضوره للنساء المستهدفات أو الفئات النسوية المستهدفة طيب على المستوى الشخصي أنت أكيد لابد أنك رجعت لبعض الشخص أو بعض القضاء أو بعض رجال الدين في هذا الموضوع مثل مين من محافظات الضفة الغربية في قاضي القضاء شيخ قاضي القضاء أو قاضي هو يشتغل بالمحكمة في منطقتنا طيب دكتورة منال دعنا نحكي على منطقة من القصة التي تتحدثتها في منطقة السكة هل وجدت هناك قصص سلبية أكثر من القصة التي تتحدثتها؟ طبعاً هناك قصص سلبية وقصص تعتبر نوعية مرتبطة بطبيعة السكان في هذه المنطقة مثلاً ظاهرة زواج البدل ظاهرة زواج البدل مثلاً أنا أخ شخص تتزوج أخت شخص مقابل أنه بدون مهر ويتنازلوا عن حقوقهم في الميراث هذا بيحكوه بعقدة زوجية أنه اللي عندكم لكم واللي عندنا إلنا كمان مرة بس هل نوضحها للمشاهدين زواج البدل هي ظاهرة كثير سائدة في المناطق اللي أنا دربت فيها وهي بتم فيها مثلاً أنا عندي أخ أخوي بديو يتزوج أخت شخص فهذا الشخص بتزوجني أنا فنحنا التنتين ما بناخد مهر ونحنا التنتين يتفقوا الناس بشكل فطري بشكل اعتيادي عندهم بشكل نمطي إنه خلاص الميراث اللي لهذه البنت بيضل عند أهلها لأنه إنتوا أخذتوا البنت ونحنا هاي البنت اللي إجت زوجة لأبننا ميراث ابننا يعني بتاخد من زوجها وخلاص فهون الزوجة نهائياً يعني ما في موضوع الميراث القضية الثانية هي قضية مثلاً بعد وفاة الأم بيكون الأب موجود فبصير عملية تزويج للأب عادة تختار المرأة الغير قادرة على الإنجاب طبعاً لما بتتزوج هذا الأب بعد فترة الأب مثلاً بيمرض بيكون في مرض الموت فبيصروا عليه بتطليقها عشان يحرموها من الميراث وهاي قصة كمان معروفة حتى لما نحن بالتدريب نحن في عنا جزئية مهمة بالتدريب اللي هي كانت عن طلاق الفار وهو طلاق الرجل في مرضه المخوف يعني هو بيعرف بوفاته فطلق هذه الزوجة لحرمانها من الميراث فنحنا كنا نوضح للسيدات إنه في حال هاي الزوجة طلقت وانتهت عدتها وتزوجت بشخص آخر في الإسلام هاي الزوجة ترث ترث من زوجها ترث من زوجها الذي طلقها وتوفي ليش لأنه هو طلقها حتى ما ترث فالإسلام أعطاها الحق في الميراث هلأ فيه كمان قضية مثلاً اللي كان في عندي صبية هاي الصبية توفى خطيبها استشهد فلما استشهد خطيبها هي ترث هي في الإسلام ترث بس هاي السيدة أول شيء بالعامية سودانو منها اعتبروها النذير شؤوم فطلبوا منها حتى ترجع لخطيب لأهل خطيبها إيش كان خطيبها مقدم لها فسألتها أنت ورثت قالت لي ليش هو أنا بطلع لي يعني أنا ما بعرفش ما أحد قال لي يعني دكتورة منالة بتحكي عن قضية جداً مهمة في المجتمع هللاحظت مثل هذه الأمور في المناطق؟ ولاحظت شغلي برضو غريبة ولفتت نظري أنه بعد وفاة الأب بيكسم الخواتح مع الإخوة يعني قبل تكسيم المراث بتلعوا البنت الصغيرة مع الودي الصغير والبنت الوسطى مع الأخ الأوسط والبنت الكبيرة مع الودي بما معناه أنه فكل أخ بعطي أخته إيش هو بده إيش هو بده فهي بتعاملوا مع مش بشكل مش بشكل حق؟ مش بشكل حق مش بشكل منا مش بشكل منا ناس زيكم زيهم يعني أنهم هم أخوة وهم أخوة أشقاء للأب المتوفه وبالتالي هم ورثة حقيقيين وورثة شرعيين يعني وذكروا في القرآن صحيح إلا أنه بتم تقسيمهم مع الورثة وبتصفيه و بما معنى أنه الأخ بيورث أخته يعني بيأخذها كأنها هي عبارة عن أحد الممتلكات التي تركها الأب بالضبط وشو بطلع من نفسه هو عدهو نفسه هو ينصيب يعني طب في دائم الصلاة يعني هذا الموضوع هو إرجى الإسلام بسبب هذا الموضوع حتى غير موضوع الميراث إنه كانوا بالجاهلية يورثوا مع المال ومع الأراضي ومع الممتلكات النساء حتى ممكن المرأة اللي بتضل بعد ما يتوفى زوجها يتكون هي أحد يعني شيء من الممتلكات صحيح ليه في بعض الكورة ما هي لازالت المرأة إذا كان زوجها أو هي وارثة وكان زوجها وارثة بيأخذوها لسلفها بيجوزوها لسلفها عشان المال ما يرجع لأنه هي عمليا وشرعيا في الإسلام رح تأخذ فهم بيجوزوها لحدة من أفراد العالي حفاظا على هذا المال حفاظا على هذه الورثة تبتحكي عن مسألة خطيرة جدا بالزبط تستمر وبتزيد أو تنقص بالمجتمع يعني آثارها كتير كبيرة ووخيمة صحيح إنه بتعاملوا مع المرأة بمعزل عن إنسانيتها أنا بقول يعني التعامل مع المرأة بمعزل عن إنسانيتها زي تقسيمها مع الإخوة للورث إنه إنت بتعطي وإنت بتعطي الأخو الصغير للصغير والتبير للتبير والوسط للوسط هذا يعني بتلغي إنسانيتها وبتلغي شرعيتها في حقها في الميراث إضافة لموضوع البدل التي ترقت له منال ما هو نفس الموضوع يعني طب أنا شو ذنبي إذا هم بدون بش يعطوا مرت أخوي ميراث وأنا ما أخذيش مثلا حقي في الميراث أو هي تأخذ حقها وأنا مثلا ما بدي شو ذنبها هي تنحرب ليش يتم تصفيتها يعني بصير زي مطابة للموضوع يعني زي إحنا في الحسبة ومننا نخلي ما صار هذول عنده هذول وما صار هذول عنده هذول بس شرع رب العالمين ما منطب فيه ما مننا ما مننا لا يمس لا يعني آه لا يطبك لكنه لا يطبق ايضا آه لا يطبك في كمان نقطة بهذا الموضوع هو لما أغلب قضايا الميراث هي قضايا شائكة أنت بتحكي على الناس من الجدة ما ورثوا وانتقل للموضوع لحد اليوم في نقطة تانية أنه أنا مرة سألت السيدات ما عليش خلنا نشوف إحصائية صغيرة كم سيدة من الموجودات حصلوا على حقهم في الميرات فشفت إيدين ارتفعت فأنا شوية فقالت ممتاز طب شو حصلت يا حقيق بالميرات فقالت لي أنا إخواتي كتر خيرهم حججوني حججوني فهي معتبرة أنه أخوها طالما أخذها الحج فهو أعطى حقها من الميرات فقلت لها نعمل إحصاب صغير أنت أخوك إيش تلع له من الميرات فعلت لي هي أراضي في منطقة الدورة بواسط البلد طب نقيمها طب تكلفة الحج تبعك قديش ألف دينار ألفين دينار ألفين دينار قديش قديش أنت إذا أخذت من حقيقل طب ما هو يعني كتر خيره أعطاني في ناس ما بعملوش هذا إذا نحنا كان بيلزم خلال التدريب نوضح أنه هذا حق وليس مننا هذا الشيء رب العالمين فرض لك إياه طب أحبت أضيف إيشي حابب أضيف في موضوع حابب أضيف شغلي أنه في مبدأ أو مسمى بسمى الطراضي إعطاء الميراث بناء على الطراضي أنا من خلال التدريب سميته الطراضي الغير راضي الطراضي الغير راضي الغير راضي لأنه هو طراضي مبني على المخاجلة بدون تثمين حقيقي أو تخمين حقيقي للممتلكات أو التخارج الغير قانوني اللي هي بمبلغ معين شيف ما نالت عن موضوع الحجة مرات مبلغ مقطوع ومبلغ وسيط يعني أنت بتحكي على ألف دينار ألفين دينار يعني بجوز أشبر رقم سمعته ثلاثة ألاف دينار لا يساوي شيء من الهجة فأبدأ التراضي أنا بحتي نعم ولا نخليها يعني هي طلة العيد وهي العلاقات اللي بيننا فإي حسبتها أنه لا العيد أفضل يأتي عندي ناسي وعزوته وبالتالي أنا بتنازل عن حق في الميراث طيب خلينا ننكي يعني أنا بحتي على مساومة في العلاقات وهذا أنا بستنكره مساومة في العلاقات رح نرجع لك دكتورة بس خلينا ننكي بهذا الموضوع هل أنه سيدات كيف بتم تقديرهم يعني أنه هذا أفضل من هذا أنه زيارتهم مثلا بالعيد ممكن يكون بمبلغ 200 دينار 300 دينار أو ألف دينار يعني بالسرية مرة أو مرتين طيب وين المقارنة بالحق والمقارنة بالزيارة هاي كيف بيقارنوا هذا الموضوع بيقارنوا هم عندهم استعداد أنهم يتنازلوا عن هذا الحق لأنهم هم تربوا أنا زي ما حكينا في الأول هم تربوا على أن ناس بدهم حماية ناس تابعين للرجال اللي هم أشقائهم أو أقربائهم أو أعمام ناس يعني الست بدون رجل ولا تساوي شيء هذا مبدأ السائد في التربية فبالتالي هي بتصفي بدون رجال ممائل هايشي فهي بتختار العزوي وبتختار طلة العيد هاي اللي ظهرت أنا يعني خلال التدريب والطرح موضوعها بشكل جدي أفضل من إني أخذ ألف دينار أنا ش بدي من الألف دينار طبما هو كل عيد بيجي علي وبعطيني خمسين شكل مثلا؟ مثلا لو بدأ جميحهم خلال حياتي بيطلع على الفدنار بالزبط أنا ختمي راتي وخلص يعني وبالنهاية بتقول لك أنا يعني ما تزودش عليّ يعني أنا بشتر رجال طب يعني إذا أنا بس سؤال اللي بدي أسأله إنه إذا المرة اختارت أو إذا طالبت بحقها هل هذا يعني إنها بتتنازل عن علاقاتها وعن أهلها وعن أخوتها وعن رجالها يعني بطلت تحبهم ليش هذا المفهوم موجود عند للأسف عند بعض الستات أنا ما بلومهم أنا بلوم العادات بلوم التقاليد وبلوم الناس اللي عقبه عقبه قدام العادات والتقاليد نها هاي تتغير نعم دكتورة منان حبيت تضيف إيشي بالسياق اللي حكت في فدأة بصراحة بموضوع التخارج أنا عم بتذكر قصة هي لإحدى السيدات معي بالتدريب هاي السيدة طبعا تم فرز قطعة أرض لإلها بميراثها هاي قطعة الأرض بالأول اشترتوا عليها إخوتها إنها ما تبني فيها إنه ما تبني لأنه نحن أعطيناك ياها الأرض أنت طلبت زيتنات كنت وإنت صغيرة تلعطيهم من هذا الباب بس لو سمحت ما تبني لأنه أنت هيك بتأسري علينا طيب ما بنات السيدة بس هي هاي السيدة احتاجت إنها تبيع فقالت أنا بدي أبيعها الأرض فقالها نحن إلنا الحق كجيران في هاي الأرض إنه نشتريها طيب هاي الأرض خمنات بعشرين ألف دينار قالها إخوتها لها ما بتسوى شو هالحكي هاي الأرض بس عشر تلاف دينار فقالت أوكي كمان لإخواتي مش اخسار عشر تلاف دينار فبعتها لأخوها بعشر تلاف دينار أعطاها أخوها ألفين دينار مقدما طبعا باقي المبلغ اتفقوا انه يتم تقسيطه لاحقا لبن ما الله يفرجها بهذا المصطلح لبن ما الله يفرجها هاي السيدة شهريا ممكن تتسلع اخوها بخمسين شكل بيعطيها ميتين شكل دفع من حق الارض فهاي قصة واقعية لسيدة حضرت معاي التدريب يعني فريا اخدت حقها بطريقة جدا مملة او مجوز لسه ما يعني هي ما حصلت على حقها او لسه ما كملت هي اساسا خمنت الارض بأقل من حقها فهي ذول ما بالتخمين الشغلة الثانية انه هي اخدت النقد اللي اخدته بالتقسيد اصلا هي مش هتستفيد منه شيء صحيح صحيح طب راح نحكي بالسؤال الاخير اسألة كملت حملتها من ناحية التدريب والتوعية في مواد اعلامية مثل الادعات ومثل اليافطات زي ما حكت عنهم بالحلقة الاولى سيدة ريم وايضا بهذا البرنامج هل ترون ان هذا مكمل حملت التدريب او طبعا مكمل يعني هي بتصير ضجة اعلامية للموضوع انه مش بس يعني نشاط تدريبي او نشاط مؤسسي على مستوى وعلى اخذ قاعدة يعني منيحة من او شريحة منيحة من المجتمع لا الحملات الاعلامية برضو بتواعي والبوسترات وكان ردة فعل انا كنت في احدى قرى الخليل ووصلت البوسترات تبعوني جمعية اصالة على المقر التدريب فكانت رد الفعل الستات انه جدا انبسطوا ويوقفوها وصوروني معها وصوريني معها وصوريني معها لانها ستنحط على البلدية فلا هي اشي مهم واشي مكمل وضروري رأيك دكتورة؟ انا لاحظت انه هي عززت ما قلنا بالتدريب خصوصا بالمسرح المتنقل اللي تم عرضه لا للسيدات اول شيء سوريحكوا احنا بنعرف هاي المعلومة لما ايجا المسرح المتنقل استطاعنا نجاوب قدام السيدات التانين اضافة لهيك هي عمقتها لانه طرحة اصالة في الحملة الدعائية كان بسيط وسهل وواضح لهدول السيدات اضافة لهيك هو كمان خلق تساؤل عند الاخرين يعني مثلا لاحظنا انه في سيدات زمانة عن الحملة انتو عمقتوا التدريب شوفنا البوسترات حبينا نيجي نشوف ش اللي عم تحكو فيو اضافة لهيك صار في علنا الطلب من الرجال مثلا انا في المناطق اللي دربت فيها في عندي مجموعة من الرجال قالوا انه نحنا كمان حاببين نحصل على التدريب اللي حصلوا علي السيدات حاببين بالمقابل لانه الرجال اللي ممكن يكونوا السبب الرئيسي في حرمان المرأة يعني هذا الشيء بيعني انهم هم بيطلبوا تويع حتى انهم ممكن يقدموا الحق هلا في الموضوع الى شقين الشق الاول انه الرجال نفسهم يعني مثلا في سيدة من السيدات لما سألتها انه ليش انتي ما طالبتي بحقك بالمرأة فكان احنا عنا تمرين اسمه تلك هي اسبابي تلك هي اسبابي اهه فكان هي اسباب هاي السيدة انه انا زوجي بيمنعني اطالب بحقي بالمرأة فبليش زوجي كي بيمنعني لانه زوجي في البلد اذا رحت انا اطالب اخواتي حيقولوا لانه زوجها مش قادر يصرف عليها زوجها موصوم اذا اذا هو مان يعني هو اللي بعتني بالنهاية كلها تتجمع في العالات والتقاليد بالزبط في العالات والتقاليد والتفكير المتوارث المغلوط طيب بنهاية الحلقة استاذ فداء رسالتك بدي اياها تكون بطريقتين اولا للرجال او اولا للنساء ثانيا للرجال فيما يخص موضوع الميراث رسالتي للنساء انه هو حق من حقوقي الميراث حق من حقوق المرأة وهي لما نطالب بحقها بالميراث زي ما اثناء الحديث كلنا انه هو لا يعني يعني انه هي بتتنازل عن علاقتها الطيبة باخوتها او باقاربها فهي ما تتنازل عن هذا الحق لو كان له تبعيات ومشادات بس بالنهاية هو امر شرعي وقانوني والشرع والقانون معها فبالتالي ما في مشكلة هاي شغلة بالنسبة لرجال انا بقول شغلة انه احيانا على خلفية ما ذكر قبل شوية انه احيانا الرجال نفسهم بمنعوا ستاتهم يطالبوا في الميراث خوفا من المجتمع نفسه انا بتصور انه الرجل اذا بعطي اخته فماش عيب انه يعطي مرته تاختي اذا الموضوع مش موضوع انه انا بدي بحاجي يعني خلي مرته ما بديش الطالب خوف الناس يقولوني انا مش كادر اصرف عليها ولا مش كادر اكون فيها بالنهاية مصاريح لا هي الدافع الحقيقي وراه هذا الموضوع لانه هو اصلا بدوش يعطي اخته فبدوش مرته تاختي هذا الدافع الحقيقي هذا الدافع الحقيقي هذا إذا أما نجمل الصورة منقول إحنا والله إنه خايف على حاله إنه مش كادر يسترفع مرته من هالكصص الفاضية بس لا أنا بقول الدافع الحقيقي إنه هو بدوش يعطي أخته فبالتالي مرته مات طالب عشان هو ما يعمل فيه نهج في البلد أو ما يبكاش مثل لإنه بالنهاية حق المرأة عندما تأخذه هو دمة مالية خاصة لها هي حرة التصالح هي حق قانوني ومن المفترض إنها هي الطالب فيه بدون أي زعل وبدون أي إحراج وبدون أي تخوف وبالنهاية الكل حيرضة أنا متأكد لأنه شريع ربنا هذا شكرا جزيلا دكتورة منال رسالتك أولا للنساء ثانيا للرجال هي رسالة نابعة كمان من السيدات أنفسهم الرسالة للرجال هو مثل نحن دايما منحكي لترك أبوك إليك وأخوك خلينا نعدل عليه شوية لأنه طالما نحن عم نحكي إنه العادات والتقاليد والفكر المجتمعي هو ما يحكم الميراث وليس الشريع الناس بلجأوا لهذا الشيء فخلينا نعدل المثال محكي اللي تركوا أبوك إليك ولأختك ولأخوك بس عرفا على المقاطعة هذا المثل ذكر في حلقة سابقة إنه اللي تركوا أبوك إليك ولأخوك بما معنى الحقيقي هو إلك ولأخوتك بغض النظر هم ذكور أو إناف لكن إحنا بعض الأحيان بناخد المعنى اللي بيعجبنا بالضبط وهذا الشكل الكبير لأنه إلا علاقة بالفكر المتوارث النقطة الثانية هي من واحدة من السيدات أنا دربتهم هي ستة كبيرة بالعمر ما تعلّمت بس ألتلي شغلة على الميراث ألتلي دكتوراه نحن بالميراث يعني الوراثة قلت لها كيف حكيت للي نحن نورث من إمنا وأبونا لون الشعر سواء أولاد ولا بنات نحن منورث من إمنا وأبونا لون العينين سواء أولاد ولا بنات فبيسوى المساري التي تركوها أهلنا الورثة كمان نوردها نحن الثانين أولاد والأبنات عبارة جميلة جدا هذه من سيدة ومن واقع هذه السيدة وأكيد بهذه اللغة البسيطة بتوصل للجميع المفروض ورسالتك للرجال؟ رسالتي للرجال الميراث هو فريضة وليس منها بس بالنهاية نشكر مستشارة التدريب في أصالة لتدفيداء بصلات وأيضا الدكتورة منال دينديس أيضا مستشارة التدريب في أصالة شكرا جزيلا لكم على بسدية مشاهدين الأعزائي إلى هنا نكون قد وصلنا لختم هذه الحلقة نلقاكم في حلقة جديدة إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم على بسدية 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 شكرا جزيلا لكم على بسدية